فيه تجنيد ومن أجل صحفيين في السجن وكان ما ورح صحفيين لعنا السجن كان شو؟ فيه صحفيين اللي مروا ربما على السجن ممكن شهرين ثلاثة ممكن فيه صحفيين اللي عيوض ما ينخرون للسجن لعدالة فضلت تخليهم تحت الكنترو الجديس يا الرقابة القضائية يدون يعني ما يوصلون للحد أنا كان سأل الأخير هذا اللي حكمت عليه العدالة لا تحكمش عن نهدي أنه صحفيين تحكم عن نهدي أنه قبل أموال أجنبية الشيء اللي يقبلها؟ نتقبلها لا الولايات المتحدة ولا دول أوروبية ولا أي دولة نتقبل تبويل أجنبين في صحافة التاحة مش تهجمها ما هو؟ كيف؟ تكتب إما لهذه القنوات اللي رأي تبث من أمريكا واللي على سبيل المثال جزيرة العربية سكاي نيوز يبث بريطانيا ومنفر عنصة باش نعطيك أمثلة ربما اللي يعرفوها الناس هذون هو تمويل خارجي ويبثوا من هذه البلدان ويبثوا باللغات وبما فيها اللغة الإنجليزية أو كانوا حتى اللي يبثوا باللغة الفرنسية أو بعدة لغات فتاة تكذب لا دول الأخرى كائن إعلام خارجي لكن صح كائن تنظيم لازم يعرفوش كونوا أصحاب القناة يطلبوا موافقات معينة إلى آخرين فما أنت ما تقولش باللي ما كانش دول تقبل تمويل أجنبي لا كائن بالصح راك تقول بارك واللي قاعدين معاك لو كانت تقول لهم أنت سيدنا عيسى يصف قولك لو كانت تقول لهم أنت سيدنا عيسى راك نزلت من اسمي يصف قولك للأسف خرجته عبيد أبشع من العبيد هذه إذن كالعادة أخطائك المتكررة في كل القضايا الرئيسية ومش أخطاء فضايح أي واحد يتسمى يقول شرا يقول هذا مكاش إعلام في دول أخرى ممول من جهات خارجية ومعمر الإعلام وبريطانيا هنا فيها حوالي 700 ولا 800 قناة ما عنداش علاقة بالبريطانيا تعالى الجانب هنا مقيم إقامة المهمة عندك فقط الإقامة الشرعية مش حتى عندك لا جنسية ولو يحزنون تدير قناة وتدير إلى آخر وإنما كائن حسابات يعني هذه الأموال التي جاءت وينتروح وينتصرفت يحسبوك لزامبو ويحسبوك الجهات وكائن جهة معينة إذا ارتكبت أخطاء ممكن توقفك ما يقولون لك شلازم جيب موافقة تعنا يقولون لك إذا ارتكبت أخطاء سنوقفوك ووقفوك وكائن قاضي تروح له إذا تبدأ عندهم خطأ وكثير من القنوات اللي حاولوا هنا يغلقوها وارتكبوا اخطاء ماليها والقاضي قال لا خلوهم وفتحوا لهم على سبيل المثال برك باش ما تقولاش تكذب وعلى الناس وكأن الناس جاهلة ولا تعرف الأمر الآخر ذكرت على قاضي إحسان مرة أخرى تدخل مباشرة في شخص وفي ما زال في قضية التقاضي وقلت لأنه تمويل خارجي طيب نتحداك أنك تذكرنا الدول اللي تمولوا كأن تمويل خارجي معنى رك ما عارفين جهات خارجية مولاته أعطينا قائمة الجهات الخارجية اللي مولاته لن تستطيع لأنهم أسيادك لن تستطيع لأن بلابيهم ما تبقاش في الحكم وخاصة ما تروحش لعهدة ثانية لن تستطيع لن تستطيع خالد الدرارني قلتنا عليه خابارجي قبل عامين ودخلوه للسجن وقعد تسعة شهر ولا عشر شهر إلى آخر لكن الضغوطات الخارجية جابتكم الأرض لأنك نستقبلته لماذا استقبل خابارجي؟ المفروض خابارجي ودخل السجن والقضاء تسمعوه قلت عليه خابارجي يحكموا عليه على أساسها المفروض ما تستقبلوش هذا خابارجي خايم خوانا يعدمون أو على الأقل يسجنون لأطول فترة ممكنة أو على الأقل ما تستقبلوش لماذا استقبلتم؟ لأنك عارف باللي في العمق مش صحيحة ولكن حتى لو كانت تكون عارفة أنها صحيحة لا تستطيع لأن الجماعة اللي من وراء البحر شدوك من وضنك يقولك أي؟ أو أنت ثاني رك خدام عندنا واش؟ إلا اتهمتوا بلي رك خدام عندهم أو المشكلة نتاعك رك ناسي باللي وش رك تقول رك يسمع فيه العالم قاعد الخارجي قاعد اللي يحب يتبع طبعاً ما كاش يتبع كنت من أغلبية الناس والناس العديد لكن الجهات المعنية السفارات المراقبين إلى آخر يتبعوا ويقولوا وش رك يقول هذا الإنسان؟ يقولوا كيفاش هذا يصبح رئيس دولة؟ هذا ما يستحقش رئيس بلدية؟ هذا ما يستحقش رئيس مصلحة في آخر دائرة؟ كيفاش يقولي رئيس دولة؟ هذا هو حكم العسكر؟ رانا ملاحلة ما زال ما وصلوناش كما للسودان هما وصلونا في تسعينات ما إلى ما يشبه هذا هو حكم العسكر الرداء والتفاهى والفشل والمستوى التافه والمتناقضات وأشياء أخرى كثيرة دعونا نسمعوه قليلا وانكرت دلنا وقت رهيب هذا في الحقيقة قاضي إحسان سجنتوه لأنه كانت عنده شمعة صغيرة كيف يسموها راديو آم ومغرب إميرجان وكان مرة مرات جي مقولات أو نقاشات سجنتوه لأسباب إعلامية والانتقادات الإعلامية لموضوعين موضوع حول رشاد وموضوع آخر موضوع نهار اللي يكتب مقال أيضا آخر مقال يقول فيه بأن الجنرالات ليس مرتاحين لعهدى ثانية اللي يتبون ها ولاش واللي قبلها وكنتو هددتوها عدة مرات نهار اللي يكتب اللي وجود رشاد في الحراك أساسي نحن ما نحتاجوش إن قاضي إحسان يقول علينا وجودنا أساسي ولا مش أساسي لكن اللي يقول كلمات حق الله يبارك فيه لكن نحن متواجدين بك أنت وبلا بك وبالجنرالاتك وبغيرك هذا شعبنا ووطننا وسنستمر حتى يجيبكم الشعب للأرض ويحسبكم عند قضاء حر قضاء عادل ومستقل فعلا وليس قضاء الإجرام هذا قضاء التليفون موسيقى موسيقى